جهود إغاثية وإنسانية سعودية متواصلة في باكستان تحت مظلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالتعاون مع السلطات الباكستانية أحدثها مشروع توزيع الكسوة الشتوية على المتضررين جراء زلزال هرنائي في إخليم باكستان بالإضافة إلى نازح مقاطعة الشمال وزيرستان القبلية الدعم السعودي لباكستان يعود لما قبل الاستقلال عندما قدم الملك عبد العزيز مساعدات لمحمد علي جناح لمواجهة مجاعة البنغال واستمر الدعم السعودي لباكستان مالياً وخلال كوارث الفيضانات والزلازل نحن ممتنون للسعودية ونعتبر خادم الحرمين الملك سلمان قائداً للأمة الإسلامية المملكة دائماً علاقتها مع باكستان علاقة عميقة علاقة متجذرة الشعب الباكستاني ينظر للمملكة العربية السعودية بأنها قلب العالم الإسلامي ونظر للملك سلمان بأنه قائد الأمة الإسلامية والعربية العلاقات عميقة علاقات استراتيجية في جميع المجالات والله المشروع يشمل توزيع 29 ألف حقيبة شتوية في عشر مناطق ويستفيد منه أكثر من 200 ألف نسمة وتشمل الحقيبة شتوية المستلزمات الأكثر استخداماً كالألحفة والملابس الدافئة مشروع الكسوة الشتوية يأتي استكمالاً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تبذلها المؤسسات السعودية المختلفة لدعم الشعب الباكستاني ووفق الاحتياجات المطلوبة على مدار عقود نفذت المؤسسات السعودية في باكستان العديد من المشاريع الإغاثية والإنسانية الدائمة والعاجلة حيث عانت من آثار الكوارث الطبيعية والأزمات كما الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المركز يعمل على عدد من المشاريع التنموية الإغاثية مشاريع المياه ومشاريع الأمن الغذائي فالعمل يقوب على أساس التقارير التي تأتي من الحكومة ومن المنظمات المحلية العاملة في الدولة التي نساعدها بناء على هذه التقارير هناك لجان تراقب هذه التقارير وتزور المناطق وتتأكد منها وبالتالي يتم تقديم المساعدة المشاريع والمساعدات السعودية شملت كافة مناطق باكستان ولم تحل الأجواء الجوية القاسية أو التضاريس الوعرة دون تنفيذها وتوزيع المساعدات إلى مستحقيها عبد الرحمن المزيني العربية إسلام أبد